استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الإيرتري عثمان صالح ومستشار رئيس الإيرتري لشؤون السياسية يماني جبرأب وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرة العامة اللواء عباس كامل وخلال اللقاء تسلم الرئيس السيسي رسالة خطية من نظيره الإيرتري أسياس أفورقي تضمنت الأعرابة عن تطلع إيرتريا لتطوير العلاقات التنائية مع مصر على مختلف الأصعادة في ضوء ما يربط البلدين من أواصر أخوية السيسي عن تحياته وتقديره لرئيس الإيرتريا مؤكدا حرص مصر المتبادل على تعزيز العلاقات التنائية بين الجانبين خاصة فيما تعلق بالتنسيق بشأن قضايا الأمن الإقليمية فضلا عن ترسيق التعاون والمشروعات المشتركة في شتى المجالات التنموية وتنوع وتعزيز أطور التعاون بين البلدين كما تطرق اللقاء إلى التبحث حول آخر تطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل خاصة فيما تعلق بملفات القرن الإفريقي والأوضاع في السودان حيث تم التوافق على مواصلة المشاورات على مختلف المستويات لمتابعة تلك التطورات تديما للأمن والاستقرار في المنطقة اشتركوا في القناة